ترجمة نانسي قنقر سنتعلم اليوم سويا عن سورة جميلة من زور القرآن الكريم اسمها سورة التكاثر فهيا نبدأ في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اختلفت جماعات من الكافرين يوما ما على من منهم أكثر عددا لدرجة أنهم قاموا بعد من مات منهم في القبور فأنزل الله سورة التكاثر على رسوله ليعلم الناس أن هذا الفعل هو عبث ومنافسة لا يجب أن يقوم بها الإنسان لأنه عليه أن يعبد الله وحده ولا يهتم بعدد أهله أو أهل قريته أو من مات إن كان سيتنافس بهذا العدد بدون داع فقال الله في سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم ومعنى آيات سورة التكاثر قوله تعالى ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن عبادة الله تفاخركم وتنافسكم بمن هو أكثر فيكم في العدد والأولاد أما قوله تعالى حتى زرتم المقابر أي أن التنافس فيما بينكم وصل لدرجة أنكم قمتم بعد الأموات حتى تتفاخروا بعددكم أمام غيركم وقوله تعالى كلا سوف تعلمون أي أنك يا إنسان يا من تتفاخر سوف تعلم أن عبادة الله والفوز بالجنة أي الفوز بالحياة الآخرة هي أفضل من الدنيا والتفاخر فيها وقوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون أي أنك يا إنسان سوف تدرك في الآخرة سوء اختيارك بتقديمك الدنيا على الآخرة وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي يا إنسان لو كان عندك علم صحيح حقا لكن تفضلت الآخرة على الدنيا بدلا من تفضيل الدنيا على الآخرة وقوله تعالى لترون الجحيم أي لتعلم يا إنسان أنك سترى في الآخرة نار جهنم تنتظرك لأنك لم تعبد الله تعالى ولم تعمل للآخرة وقوله تعالى ثم لترونها عين اليقين أي أن النار في الآخرة حق ولن ينجو الكافر بربه منها أبدا فالله أقسم أن النار سنراها بأعيننا كما نرى كل شيء حولنا في الدنيا وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي أن الله تعالى يقسم بأنه سيسألنا عن النعم التي أعطانا إياها وهل استخدمناها كما يجب وكما يحب الله تعالى أم لا فنسأل الله أن يهون علينا الحساب وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأن يصرف عنا النار والنظر إليها ولسورة التكاثر يا أبنائي بطل كبير جدا مثلها مثل باقي سور القرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث الشريف أن كل حرف في كتاب الله لنا به حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهذا يدل على كرم الله على عباده ويدل أيضا على فضل قراءة القرآن الكريم فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات على حسن تلاوة القرآن الكريم وأن يرزقنا خلقه وعلمه وتعليمه وبهذا نكون قد تعلمنا من سورة التكاثر أننا يجب أن نعبد الله تعالى ونجعل ذلك همنا في الدنيا حتى نفوز بالآخرة ونعيمها ولا نهتم بالمنافسات غير الهامة التي ستجعلنا نبتعد عن عبادة الله تعالى وعن رضاه والفوز بجنته فنسأل الله الثبات على طاعته إلى يوم نلقاه سبحانه كذلك تعلمنا أن قراءة سورة التكاثر والقرآن الكريم عموما تجعلنا نفوز بحسنات كثيرة جدا فنسأل الله تعالى الثبات على تلاوته وتعلمه سورة التكاثر والقرآن الكريم عموما